عن عادات جميلة جداً عادات تقاليد تاريخ والأهم من ذلك هي متوارثة من جيل إلى آخر وإحنا حديثنا اليوم خالد عن إيش؟ اليوم حديثنا عن البداوة وبالتأكيد عن كثير من العادات الاجتماعية اللي بيتميز فيها المجتمع البداو وأكيد إحنا منوجه لهم التحيات ولكل العشائر من خلال فجر أفهم ومن خلال شاشة الفجر الجديد على اختلاف المناطق ومنشوف قبل أن نفوت بالحياة الاجتماعية بديش البداوة خضفة أول خاصة في منطقة الأغوار أمام الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في النقب في كثير من المناطق اللي بيحاولوا يلغي وجودهم لكنهم ثابتين بخيمة قدام عن جهية هذا الاحتلال لكن أكيد لهم طقوس حيات لابد أن تدرس هذه الطقوس وتحترم بالتأكيد على اختلافها من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر لكن هناك ثوابت كيف الثوابت الفلسطينية في ثوابت في البداوة وفي ثوابت أيضا في هذه الحياة الجميلة وبالتالي خلونا سوا نعرف ونوص في هالتفاصيل الحلوة الجميلة مع ضيفنا الكريم الرائع اللي إحنا نتشرف اليوم بوجود حضرته السيد أبو فايز سالم معمر عضو لجنة إصلاح أهلا وسهلا وصبحك بالخيرات أهلا بك وأهلا صباح الخير لجميع صباح الفل ولياسمين يعني للأمانة أنا شعري أنه إحنا حاليا بس بدنا هيك صب القهوة يا ولا بد هذا اللي تقهوة هيك وشعله للنيران صحيح صحيح أهلا وسهلا فيك شرفتنا مفايز في كثير من العدات يعني وكثير من الظروف الحياتية والاجتماعية اللي بتعيشوها يعني كمجتمعات بدوية وهي يجب أنها تكون دقيقة الخطأ فيها مباشرة الواحد بيحكي عليك حق عربي بكله بغير تاريخ طب ليش هذا يعني التزمت في العدات والإجراءات الاجتماعية في التعاملات ما بينكم نحن كان يحكمنا القضاء العشائري وفي يام الإنجليز الشكل مجلس العشائر شون البدو كان في السبع فظل يحكم البادي اللي هو مجلس العشائر نعم من كل العشيرة كان إله دور مثلا المنشد كان إله دور من العشيرة قاضة صلح كان العشيرة منقع الدم كان العشيرة فكان خطوط رسمية اليوم تغيرت هذه الخطوط الرسمية حتى عند البدو كيف تغيرت؟ تغيرت صارت القوة التنفيذية عند البدو كان صارت القوة التنفيذية للحكومة فصار إذا بدخل بدوي العشيرة من العشائر وبدها الدافع اللي هو الكفيل اللي بكون كفيل الدم اللي بضمن كان هو عيلته يكفل ينفذه اليوم مافي اليوم لأكفل ونفذ وكاتل ماحط بسجل يعني مسبقا كانت الكلمة للعشيرة هي سلطة هي بحد ذاتها قانون فيش مجال العشائر كلها كان الساند العشيرة اللي بتكون ضامنا اليوم لا اليوم لو بدي أتحرك بعشيرتي وأضرب إذا أنا فرحب بالتجين طب عمر فايز يعني في أمور بتتغير في الحاجات مع مجردات تغير الحال والأحوال هذا شيء طبيعي جدا لكن في المقابل إحنا في أمور كثير بنحافظ عليها وبالأحرى المجتمعات البداوة لا تزال متمسكة فيها واليوم إحنا كثير لما بنروح على خاصة عند أهلنا في الأردن الشقيق وفي المناطق الجنوبية في فلسطين وفي الأغوار كمان بنلاحظ أنه لسه موجودة مثل طقوس جميلة بتعبر عن ربما صورة هذا المجتمع البداوي إيش أبرز هذا الطقوس اللي لليوم عايشة وبتكبر وبتتوارث من جيل لجيل شوفي ممكن نقول أول كرم عند البادي ثانياً القهوة القهوة إلها أساس إلها دقوس هسا كان زمان القهوة وانت بتدقها البداوي بكون في الخالة في الصحراء قاعد لحاله فهو بدقها ومرقت ثلاث شباب فميلوا عليه فهو بشتغل بالكهوة الكهوة كانت لما تكون واحد بشتغل بسوي كهوة الضيف حتى يقوم يساعد في الكهوة يقوم هذاك حمسة يقوم الضيف يدقها كانت هذا عندهم يعني في تعاون فالثلاث هذول كانوا نروحوا من السوق ميلوا على الزلمة بيعمل في الكهوة قاعدين هو بتقب الكهوة وبتكلم هذا قديش تبيت مصاري وهذا قديش بيع التاعي قال لهم بالله أنتوا في السوق بتقولوا بتقولوا شو سر الغنم قالوا هل قدوا القد قالوا شو سر الطمر قالوا قد سر القهوة صنطوا معرفوش قالوا والله ما بنعرف قالوا والله إذا أني ما بتستهلوا القهوة تشربوها المفروض يكون مكسوعة اه إخسارة قهوة تشربوها ومسقهمش القهوة والله يعني هذا قرار صارب القهوة كانت عند البداوة إنها هي الشرط بتحيي الضيب بالكهوة صحيح تكرموا بالبداية يعني بتأهلوا بتسهل فيه من خلال القهوة طب بصراحة القهوة بحسها يعني هيك بصمة كبيرة في عالم البداو وهذا اللي أكدته وإنها بتأهلوا بتسهل بالضيف بصراحة كيف بتنعمل أول إشي وفيه طرق للصب لإلها للغلي للتحضير للتضيف للضيوف اللي إجايين على البداو القهوة كانت في زمانة تدقوها بالمهباش فاليوم تطور الحالي صار كل واحد الماكنة اليوم صارت تطحن فأنت لما تتحمها القهوة لازم تحطها تطحن أبوة تحمسها والتحمسها وبعدها البداوية الأصيلة نهرات بنعملها عندي بنحمسها بعدما نحمسها بندقها بتجرن برضو بعدين بنغلل كهوة في الدلات عدة الدلات ثلاثة بكونوا الأساسيات الكبيرة الصغير الأصغر والصباب بغلل كهوة في الدل كبيرة بسمها للطبيخ بعدما يطبخها بيصفيها في البقرج الثاني البقرج الثاني يكتف الكهوة منها الصافي بغللها بعضنا بصفيها في الثالث البقرج الثالث بتصفى الكهوة بزيادة بعدما تضابط بكون حاط هال في البقرج الثالث الرابع الحال بكون حاطة هال بحط الكهوة بصفيها بحطها في البكرة الرابعة اللي هو الصباب بيبدأ يصب ممنوع يصبها خليها تركض بعدين يصبها بيده بصب بالشمال وبناول باليمين ممنوع يصب باليمين ويناول بالشمال لازم يصب يصب بالشمال ويناول الفنجال باليمين وذاك يأخذ من اليمين نفس البن آدم لازم يأخذهم بجمال يعني اللي ماسك البكراج بصب بالشمال هلأ بالنسبة اللي بصب بالشمال واللي بده يأخذ الفنجان المفروض باليمين باليمين تمام هذي فيش مجال للخربش إذا حدا صب في اليمين ما في مجال بس اليوم الصبابات أكثرها الإيد على اليمين لما بدك رجل الصب إلا غير تمسك باليمين صحيح ما بيزبطش هذي مشكلة بس أنا مثلا عندي البكاء الدلات الصبابات كلها على الشمال لما الواحد يمسكوا باليمين بقدرش يمسكوا اليمين بقدرش يمسكوا إلا غير يمسكوا بالشمال طب إذا حدا يعني ماشي كانت الدل صح ومسكتها صح وكل الإشي تمام وصب بالطريقة الغلط مسكها بالشمال باليمين عفوا نقدم الفنجان بالشمال ما الذي يفهم الكهوة ما بيأخذ منه بنجال نعم بيأخذوش منه غير باليمين نعم بقوله يمينة يعني اللي بيكون جاي على في الزيارة عند في المجتمع في البداوة هل يجب أن يكون ضليع وعارف عن ثقة بالعادات والتقاليد ولا ممكن أنه يتعرف عليها خلال الزيارة مش خلال الزيارة احنا بنقول دائماً المجالس مدارس فالبدو عندهم الدوان فهو بيأخذ التعليمات والأصول والدول من المجلس بتطلع أنه كيف نصبت كواه كيف الناس بتحكي كيف نتعلم مش من زيارة واحدة وعارف الأصول لازم المجال طبعاً فايز ممكن لو غلط ممكن يعني بأسلوب اللطيف مثلاً لو إجاي يتناولها بالشمال القهوة ممكن بالأسلوب أنه تقول له لا نتناولها في اليمين يعني ممكن تصوبه أو تعدله ممكن تقول له يمينك أيوة يمينك 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 فيش مجال يعني هذا الأمور يعني واضح تماماً أنه في بعض القيود التي يجب أن يتم اتباعها في حياة البداوة ولا بد من احترامها أيضاً ومثل ما قال العم أبو فايز أنه المجالس مدارس يعني أنت ما بتتعلم مش بس من هيك مجرد أنه بس هي خطوات وابنسردها أبداً هي بتشوف بالنظر بتشوف حتى الجالسين اللي كبار كيف تناولوا وكيف كانت التقوص الضيافي والتقديم صحيح أيام زمان بعرفش إذا لليوم وهذا حبيب أستفسر عنه كان في المجلس البداوي أنه في يعني توثيق للشعر للشعر البداوي لليوم عايش هذا الموضوع ولا كيف عم أبو فايز عندي البداوة اللي هو في السبع في الأردن الأردن البداوة فيها متمسكة لليوم والسبع نعم عندنا فلسطين خفت البداوة خفت كثير 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 يعني ظلينا شوية متمسكين فيها لأنه فيش عندنا تماسك مثلا إحنا هون فيش غير مثلا ضرم عمر ضر الحويطي ضر الشافعي ضر وحيدي من البداوة الأصل الباقين هسا حتى الدوان لما تيجي عندي صفر صار لما يجي بدي وقعد صار صفر ومزة أول كل يوم لازم تكون كانت العصر يجهز الكهو في الدوان وتبدأ الناس تيجي هذا العلم في النية هذا من العلم في النية تقعد تتصامر يشرحوا لبعض يقعدوا لبقايا يتبادلوا معلومات ويحكوا طب اليوم المجالس لسا موجودة يعني عندي في عندي شوافع في عند الديوان عند الوحيدات عند الوحيطات الحواطات في عندهم عند الوحيطة برضك برح نقعد بس يعني قديس كل شهر سبعين ثلاثة مرة كل شهر مرة هذه ما بتعلم يعني تصارع الحياة قتل كثير في الحياة البدوية وبعدين يعني أنا وراعد واختو أو باسم يعني احنا نفهم على بعض البادي بس الجيل الجديد اليوم ممكن نكون قاعد يروح ودشرني صحيح ما يتعلمش هاي المشكلة اللي احنا وقعين فيها طب يعني احنا بنقول انه في قلة ممكن أو ابتعاد نوعا ما عن مثل هذه التقوص اللي اعتدنا عليها في عالم البداوة سواء كانت في مجالس في الأمور اللي ذكرها العام أبو فايز لكن في عند عالم البداوة أخر مرة خالد نرجع لأمور الشعر والقول وبنعرف انه يعني اذا قال اصاب في البداو في عندكم الميزة الجميلة اللغة الجميلة احترام هذه اللغة حتى في كلمات معينة في الاستقبال في الضيافة في الكرم في كل هذه الأمور لليوم موجودة هذه الاشياء لليوم موجودة عندي بدو هاي تتغير حتى عنا عنا الشاعر أبو ركان اللي هو شاعر أبو ركان نعم لليوم لما نكون في عرس والله في كاعدة والله في صلحة والله في شيء بعد من انهي بكون في شاعر أصيل أصيل فبنظلنا في شوية من البداوة يعني كل البداوة أم ما شوية نظلنا مسكين عداتنا وتقاليدنا تستذكر شيء من هذا الأشعار الذاكرة ولا بدخول للذاكرة طب شو في بعض هايك خلينا نقول الأقوال اللي بتكرروها في البداوة يعني ممكن في مثل كنا الأهزيج الشعبية الفلسطينية في مواسم الحصاد في مواسم هز القمح وما إلى ذلك كنا قبل قليل في أمور معينة بتم ممكن ترتيلها أو غناءها خلال مثلا تحميص القهوة أو التحضيرات هذه كلها لا ما في تحميص القهوة بغنهولها ولا شيء في بس ترديدات معينة بتكون هيك كنا نحضر في المسلسلات إحنا البداوية عشان تضحك علينا أما نرجع لكهوة أيوة هسا لما صب الفنجال بتقدم من الواحد أول فنجال بكون هيف الواحد ما تطعم في الكهوة في الكهوة ففي الثاني بصبوه بظلوا واقف اللي بصب الكهوة عند البدو لازم يظلوا واقف قدام اللي صب له كهوة للضيف كان زمان فنجال يا فنجلين اللفن على خمسين واحد نفسهم نفسهم لسا كل بدك تقمين ثلاث في البدو يا فنجال اللفنجالين بيكون معا والصباب بكون مسك الكهوة وبدي يصب بصب لأول واحد وبصب لالثاني برجع حتى ياخدوا المنجال الأول اللي يخلص منه بقول له بظلوا نبدو كهوة بصب له لما صب له بصب لالثاني كان بده كان بدوش من كل عدلي وراه حس بعد ما يخلص برجع لالأول اللي صب له برجع له بهزي المنجال بيهزه بيهزه هسه لما يهزي البنجال أني أنا استكفت استكفت تمام هسه كانت زمان هسه البنجال كان فيه ناس ما بيرفوش هالعداد فيه إشي بحط إيده لليوم نطلع بحط إيده عبر البنجال لما نجصب له شير البنجال خلص يا بقول له خلص يا بقول له زمان كانت البادي تطلع مصطلحات والشيء اللي ترتب الأم فهزت البنجال إنه أنا استكفت أشارة إنه خلص إنه أنا ما بدي كمان كيف هسه القهوة بقوله الأولاني كيف هيف يعني ما استطيع الثاني كيف أنه عسه ببلش يدوزل عسه بليف وبرجع إذا بدو كهوة بصب له بالخاطب بصب له الثالث بسموه تحية لسيف يا بقوله عنه بطر في الضيف يعني يعني تحية لسيف فيه ناس بتقوله تحية لسيف وفيه ناس بتقوله بطر هذا في الضيف ثلاث منجيل شير من روح بعض يعني الأول هيف والتاني كيف والثالث تحية لسيف وفيه ناس بتقوله عنه بطر 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 في الضيف هسه القاهو بالخاطر بعد ما يصب لتلاتة من الجيل بقعد الصباب كل ما يجي واحد جيل بيصب له هسه القاهو بيصير بالخاطر بعد شوية بقول صب للغنين هسه ومر فيه ناس بتقول له استكفت كاف فيه ناس بتقول له صب في نجال اما بعد ربع ساعة مش وراء بعض عطول بريحوا يعني هاي عندي المداوة في القهوة مش والله يقوم وثانيا هسه اللي بيصب بقهوة ممنوع انت تقوم تمسك البكرة البكرة يصب ممنوع اي واحد والله اجهت بالله يسرب قهوة يقوم يصب فيه واحد يصبب لازم تطلب منه إذن يعني كبير الجلسة انه القصد ولا الصباب الصباب نفسه الصباب وبيكون كمان البكرة قدام الكبير العشيرة بكون شي بعيد عنه قدام وبيكون عطول عسه بصير شي لك انت تقوم الصب قاوة مش عكيفك وعن خاطرك اليوم اليوم بيكون يمسك البكرة بالصب وتفضح بعدنا الساد العربية بتظلها متفي الفنجال باشرب أول مرة وانم تريح رشفتين modifier الثاني فاشرب رشفتين وانم تريح نعم اما اليوم Scout lit अ كما نحن صبقا في كثار مقاطر الكهوة وانت صبقا في كثار طب عمام بفايز منشوف كمان اللي هي عادات الكرم اللي أشرت لها في بداية حديثك إنها لليوم لسه موجودة ومتماسكة وإكرام الضيف واجب إيش بالفعل ملامح إكرام الضيف كيف بتكرم الضيف؟ إحنا كمان حكينا عن الكهوة بظل إكرام الضيف اللي دائما اللي بعيد اللي بيجي عليك منه بعيد مثلا بغزة إنا أصحابه إنا جماعة الأردن إنا أصحابه جماعة السبع بالخليل هس هذا أجي عليك بعد شهرين ثلاثة مدي غاب عنك انت غردن تذباح له تكرمه ذبيحة هي ذبيحة مش بدي أكلها كرم إلو واجب هس أنت لما تحط تطبق وتحط ذبيحة لازم تحط الراس بالنص بالراس الذبيحة هس شو بدل إنه أنا ذبحت لك ذبيحة وحيتك بالذبيحة هس أنت قد ما تجيب لحمة تقطحها وتحطها تجيبها من جسوك ما بعد إنك وهي نعمة من رب العالمين كثيرة يعني أنت ممكن تجيب ذبيحة تقدرها ذبيحة وتجيبها وتحطها لكن الكرم المضبوطة عند البادي إنك تذبح لذبيحة تسيل دمها وتحط الراس بالنصة يعني عشان تبينه أنا قيمتك كبيرة عندي وحاضرة يعني الذبيحة حاضرة مش جايبة أنا من مكان تالي هذي كان عند البداوة عند البداوة والكرم اليوم يعني لما يجيك شو؟ شو بدي أعماله؟ تطبخ لدوالي بتطبخ لدوالي تطبخ لدوالي تطبخ لدوالي تطبخ لدوالي تطبخ لدوالي أنا ممكن واحد غاب عن أهله سبع سنين بلد ما في الدور الأوروبية أجع أهله أنا قلت والله ممكن تتبحوله هسا بدك ثلاثة أربع خلفين ما تتبح له فسأوله طراف ثلاثة أربع خلفين سبع سنين غاية تطبخ لدوالي شوف يعني عن جد المفروض يكون فيه إشي هيك بس الدبيحة هي الدبيحة هي من طقوس الكرم وإن أنا بقدرك وقيمتك عندك كبيرة وعالية إذا ما بين القهوة ما بين الدبيحة وبالإضافة للكلمات الجميلة اللي إحنا بنسمعها في الترحاب بالضيوف الكرام كيف ممكن ترحبوا بمارق الطريق أو عابر السبيل شو بتقولوله؟ إذا مر من مثلاً من أمام عشيرتكم أو الخيمة مثلاً في الأيام البداوة كيف ممكن كانوا يرحبوا أو يقولوله يفضلوا عليه تفضل مثلاً بصلاً للمرأة قدام دورة السلامة من أي بيت والله خيمة موجودة العرب بتكون كبيرة فلع أقوله خيمة هسا لما تشوفوا غريب تفضل أول كلمة سعيتهم بالسلامة تفضل يا رجل والله إني بدي يسوق يحلفوا علي أيمان يسوق يدقوا فيه يا رجل ميّل يشرب القهوة هسا هو يميّل عندما يكونوا الكهوة يميّل يشرب القهوة يقول لله إني أنا أريد أسعب الغدر يقول لله والله يا زلم أنا عليّ مشوار أريد أكمله يحلف عليه ويمكن فيه يكون الزلم يستعجل يقول له وعدني أنك تعود ثاني مرة مش يفلته يقول له وعدني ثاني مرة تغدى عندي تشوف الإصرار على الضياف والكرم يوعدني يقول له يا رجل أنا أجيك يقول له أعطيني يوم يقول له أعطيني يوم يقول له أعطيني يوم أنت رابعة تجيني يعني حاسي خالف الخامس هلا وضحة هلا بن عجلان يعطيه يوم يضيفه بعد ما يضيفه يتغدى وهذا اليوم يعني يوم يعني وعد الحردين أيها 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 بعد ما يتغدى يقول له والله اللي بفرش لازم نغطي فيها نوع بشكل آه والله أنا أتغديت عندك وكرمتك وسمت منك لازم يضيفني يا عيني لازم يضيفني يعني ينام له شوي يضيفني يقول له يا رجل إحنا إن شاء الله هني بجي يقول له لا ولا غيرتغطيني يوم زي ما عطيته غيرتغطيني أنت كرمتني يعطيه يوم مثلا بعد شهر بعد شهرين أني يزوره يزوره جماعته هاي كان التواصل بين الناس يصير المعرفة يصير الود اليوم ما لما يعزمك حتى اليوم أنت تكون ماشي نتواحن يكون لك تفجل أن تفضل نشرب فنجلك أول ويكون أوان غدا وليس صحيح وليس صحيح صحيح اليوم وانت فقوان الغدا يكون لك مية خلصة فنجال كهوة عند البداوة مضبوط مية الخرط غدا مم موعد الأكل موعد أكل أكل فبديك رموش وانا بديوك اللي أهلا وسهلا فيك أيوة اليوم مش إنه حتى لو كنت طابق عدس أهلا تفضل نتغدا أنا لا اليوم اليوم بتكون أنت يمكن روح جعان وتعبان ومية خلصة منجرة كهوة يعني ذي اللي بتقوله روح بس بدنا نسأل سؤال واستفسار هذه العادات والتقاليد اللي حضرتك عم بفايز بتتحدث عنها هل هي موجودة في كل العشائر مثلا يعني العشائر اللي موجودة في فلسطين هي نفسها نفس التقوص ونفس العادات والتقاليد الموجودة في الأردن أو في مختلف أماكن العالم نفس الشي بتكون؟ نفس الشي نفس الشي في الغور موجودة منيها في أريحة موجودة منيها في البداوغان موجودة منيها أيوة في عرب الجهلين تل القدس والعزارية والموجودة منيها في يعني نفس الشي ما في اختلاف نفس عند البداو ونفس الشي نفس العرف ونفس يعني يحتكموا إلى نفس القانون نفس القانون نحنا أكيد منرحب فيك عم أب فايز ومشكور جداً لتواجدك وإيانا في برنامج طلت فجر وحبينا هيك نعمل جولة في العادات البداوية وهز الفنجان يعني خلاص يكفي قهوة أو بتعمل إيدك بحركة معينة لأنه خلاص كافي الفنجان الأول هيف والثاني كيف والثالث سيف لا حي تسيف لا حي تسيف صحيح خلصنا هني بمج واحدة إذن تبقى نعم في إشي بدي أحكي تفضل تفضل عم فايز اليوم الكفير أنا أبوه ندفل للإصلاح نعم مش غلط اليوم لما الناس كانت زمان عند البداو الي بروح لي أخذ عطوة تنين تنين بس اليوم إحنا منروح أتنخذ عطوة بنروح يمكن مية متين واحد بصيارات ودجع ويعني بنكبر الإشي كبير كبير وهو لازم اثنين نروح يخذوا عطوة ثلاثة يخذوا عطوة مين هم اللي بروحوا؟ بالعادة؟ وجوه وجهاء العشيرة وجهاء العشيرة أيوة من عشرتين من عشيرة من ثلاث عشائر بنروحوا ثلاثين فار اليوم إحنا بنروح مية متين واحد على الفاضي يا بنكون منتفكين يا في إشي أسأل عطوة ع الدم بكون دخالة إن أنا مطلم عليك بدي عطوة هذه مشكلة نحن أنا اليوم المشكلة الموجودة صاحب الدم بس لازم يروح للناس لازم اللي كتل هو اللي يرمح المشكلة عنا اليوم إن الكتل هو اللي بدور على حقه مش أنا مش قوة بدي اللي انكتل لواحد لازم يضله ضكاعد في الدار والناس ترمع عدي لا هو بيجي بيجي عن الجنة الإصلاح أنا بدي حقي طب أنا قوة بديها جيب لك حقك فإحنا بنقول دائما رجل اللي متظهر إنه قعد في بيته والناس ترمع لي تطيه حقه أما مش هو يجيني مكتول ابنه يقول لي يا أبو فاس بدي حقه كيف بتجيب لك حقك لحين الطرف الآخر هو اللي يسعى باتجاه الصلح الطرف الثاني اللي كتل لازم هو يصل للصلح هو اللي يدور هو اللي يدور ولازم نحط هو أكثر الملتزمين إلى القربين ينحطوا بالسجل طبعا عمد فايز بدنا نسأل هل كمان في موضوع الصلح في احتكام للقانون يعني في رجوع للقانون اه فيه احنا اول شي احنا كل شي الصلح عشاري مخوض نقول ثمانين في المية من الشرع الإسلامي القانون خاص عنا اليوم بحب يخلص أي مشكلة اذا بتصلح وبتخلص وبتكتب صاق صلح وبتعطي الزلام على حقه بتقدم للمحكمة بتخفف الحكم وبعد سنة سنتين ممكن تلقى خمس سنين سبع سنين بتخفف بروح يعني تخفيف الوضع حل المشاكل وبهيك يعني بيكون في مزاوج ما بين اللي هو يعني النظام القانوني والنظام العشائري احنا اكيد لو بدنا نغوص في هذه المواضيع بدنا حلقات كثيرة لكن اكيد رح يكون لان كثير من الوقفات وحنا بنشكرك على جيتك هذا في برنامج طلت فجر عمد فايز عضو لجنة الإصلاح في طول كرم بنشكرك جزيرة الشكر على تواجدك وإيانا وبتأكيد مشوارنا